من حقوق الوطن السمع والطاعة لولاة أمره لا يمكن أبدا أن نعطي الوطن حقه حتى نعطي ولي الأمر حقه طاعة ولي الأمر أصل من الأصول العظيمة التي لا يمكن أبدا أن ينفصل الأمن عنها فالأمن يبدأ أولا بالسمع والطاعة لولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم و النبي صلى الله عليه و سلم بيّن أهمية طاعة ولاة الأمور فقال من أطاعني فقد أطاع الله و من أطاع أميري فقد أطاعني جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و عسرنا و آثارة علينا و ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحة الذين يخرجون على ولاة الأمر و الذين يسعونون في زعزعة أمنهم و الذين يرفعون السلاح على ولي الأمر و الذين يقومون بهذه المظاهرات و هذه الإنقلابات و كل هذه الأمور التي هي مخالفة للسمع و الطاعة لولي الأمر هم لا يحافظون على أمن ماذا؟ على أمن أوطانهم و لذلك النبي صلى الله عليه و سلم حذرنا كل الحذر من الخروج على ولاة الأمر فقال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح سيكون عليكم أمراء أو سيولى عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قالوا بمتى أمرنا يا رسول الله قال عليكم بالسمع و الطاعة و في حديث آخر قال فإنما عليه ما حملوا و عليكم ما حملتم و في حديث آخر أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ترجمة نانسي قنقر